الجزائر الآن وصلت إلى الجدول الثابت بعدما كنا نشاهدها فقط في الجدول المتحرك الجزائر اليوم تشاهدونها في الجدول الذي يظهر الدول وهي ثابتة في عدد الإصابات ب716 حالة إصابة ب44 حالة وفاة ها اليوم لأول مرة تم وضع الجزائر في الجدول الثابت كانت دائما تظهر في أقصى الشاشة في الجدول المتحرك